هل يلزم من أراد الحج متمتعاً أن يبقى بعد قضاء عمرته في مكة أم له أن يرجع إلى بلده يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم من أراد الحج متمتعاً أن يبقى بعد قضاء عمرته في مكة أم له أن يرجع إلى بلده وإذا رجع إلى بلده ثم أراد العودة في اليوم الثامن فهل يحرم من الميقات أم يحرم من مكة الأفضل أنه يبقى في مكة بعد العمره الأفضل أنه يبقى في مكة إن يحتاج إلى الرجوع إلى بلده لحاجة غرض لا مانع لكن إذا رجع يحرم من الميقات لأنه مر عليه ويريد الحج فيحرم من الميقات ويسقط عنه الهدي لأنه صار مفردا لما رجع إلى بلده بعد العمره ورجع وحرم بالحج يكون مفردا إن قطع التمتع بالسهر نعم